خلينا أضيف ملحوظة أخرى أنه لهوت المسيح لم يتقرر بمجمع نقية اللي عقد سنة 325 ميلادي بل هو تقرر من قبل الأزمنة فيعني معروف سواء بالعهد القديم أو قبل عن لهوت الابن لهوت الرب يسوع المسيح لكن عقد مجمع نقية ومجامع أخرى اللي بحثت في هذا الموضوع بإخلاص لأنه عم بيقرأوا آيات مرة بيشوفوا المسيح كإنسان ومرة بيشوفوا المسيح كإله فلهذا السبب يعني استخلصوا في مجمع نقية والغرض من مجمع نقية هو يعني مش بس نوضع العقيدة لكن هو محاربة البدع في تلك الأيام حتى يتقرر من خلال هذا المجمع لهوت يسوع المسيح لكن هو مش المجمع اللي قرر لهوت فالمسيح قبل الكنيسة والرسل والآباء كلهم آمنوا بلهوت يسوع المسيح أنه الإبن مساوي أو واحد مع الآب في الجوهر طبعا إحنا كلنا نردد قانون الإيمان المسيحي إذ نقول نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق واحد مع الآب في الجوهر هذا ما تردد كل الطوائف المسيحية مجتمعة بغض النظر سواء كاتوليك أرتودوكس بروتستانت إنجليين على اختلاف كل الطوائف مع هذا البدع التي تنكر لهوت المسيح مثل بدعة شهود يهوى وفي بدعة أخرى لكن حديثنا اليوم مش عن البدعة ترجمة نانسي قنقر